إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث أهلا بكم ونخصص هذه الحلقة للحديث عن ردود فعل ميليشيا الحوثي من مقتل قائد فيلا قدس في الحرسة الثورة الإيراني قاسم سليماني وتأثير ذلك على الوضع في اليمن قال بيان صادر عن تظاهرة قامت بها ميليشيا الحوثي في صنعانها ستنتقم من أمريكا على اغتيال سليماني والمهندس وأنها ستواجه ما وصفتها بالغطرصة الأمريكية ووعد زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي بالانتقام لدماء قاسم سليماني التي قال أنها لن تذهب هدر وكان سليماني قد قتل مع المهندس مع آخرين في ضربة جوية أمريكية استهدفت موكبهم وكان يقلوم الموكب على طريق مطار بغداد في العراق قبل أيام نتوقف عند هذا الخبر للنقش في محورين ردود فعل ميليشيا الحوثي زعيمتها السليماني وتأثير ذلك على الوضع في اليمن وموقف التحالف من استماتة الميليشيا في الوقوف إلى جانب إيران تهاجم أمريكا إيران في العراق فينتفض قادة ميليشيا الحوثي في صنعاء ويدعون للتصعيد ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة صنعاء العاصمة العربية الرابعة التي احتفى بإسقاطها قاسم سليماني قبل أكثر من خمسة أعوام بتواطئ خليجي واضح أخرجها الحوثيون للتنديد بمقتله بصاروخ أمريكي الجمعة الماضية الموقف الحوثي المتماهي مع ملالي طهران وأذرعها العسكرية في العراق والسوريا ولبنان برز جليا عبر البيانات والفعاليات المنددة بعملية الاغتيال حيث أقامت الميليشيا صلاة الغائب على سليماني واعتبرت مقتله مغامرة كبيرة من شأنها أن تزيد الأوضاع المتوترة في المنطقة سوء التلميحات الحوثية بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في البحر أو إعادة التصعيد العسكري في الحدود عبر إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة ما زالت تحت التجريب وهو ما عبرت عنه تغريدات للقياد في الميليشيا محمد علي الحوثي الذي ما لبث أن حذف تلك التغريدة من صفحته على تويتر تسعى السعودية جاهدة للتواصل مع ميليشيا الحوثي في محاولة لعزلها عن طهران عبر الترغيب وفتح بوابة حوار مباشرة بعيدا عن الحكومة الشرعية غير أن تلك التحركات لم تصمد أمام أول اختبار حقيقي على الأرض العلاقة بين الحوثيين وطهران ليست وليدة اللحظة أو من صنع الصدفة بل هي علاقة ارتباط جنيني واضح الملامح ولم يعد سرا وظهر إلى العلن مع الاعترافات الإيرانية المتوالية بتزويد الحوثيين بالأسلحة وصولا للاعتراف السياسي عبر فتح سفارة للحوثيين في طهران وكانت تقارير أمريكية كشفت عن وجود أكثر من أربعمائة من عناصر الحرس الثوري في صنعاء بقيادة عبد الرضا شهلاي الذي أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية كبيرة للإدلاء بمعلومات عنه محاولة ميليشيا الحوثي التصدر في هذا الظرف يراه مراقبون محاولة لتضخيم حجم قدرتها العسكرية في التأثير وخطوة لتخفيف الضغط على طهران وقبل كل ذلك التأكيد على عمق العلاقة بين ملال صعدة وطهران وفشل كل محاولات فصل التوأم السيامي عبر بوابة المفاوضات والاسترداء التي تقوم بها الرياض بدعم من واشنطن أرحب بداية بضيفنا من العاصمة الردني عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر مودع أهلا بكس عبد الناصر أهلا وسهلا أخي سامي تقييمك لردة الفعل الحوثية حول اوتي القاسم سليماني بعد المظاهرات الأخيرة التي خرجت في صنعاء وتوعدت قيادة ميليشيا الحوثي من خلال هذه المظاهرات وفي بياناتهم وكلماتهم بالانتقام من أمريكا واضح أنه هذه الردة الفعل الحوثية طبيعي ومش مفاجئ قاسم سليماني كان هو المسؤول المباشر عن دعم الحركة الحوثية والقوى أو أدرع إيران في المنطقة بشكل مباشر بمعنى هو الرئيس المباشر للحوثيين إن صح التعبير فيما يتعلق بعلاقتهم بإيران كما أن الحوثيين يعتبروا إيران الحليفة الاستراتيجية ولا يمكن توقع بأن الحوثيين سيتخلوا عن إيران كما يتوحم البعض وبالذات الغربيين الذين يحاولوا أو تصلهم رسائم من بعض الحوثيين من أنهم مستعدون لأن ينفصلوا عن إيران مقابل أن تعترف بهم السعودية خقوة على الأرض هذا الكلام أمليا لا يمكن توقعه حتى لو كان البعض هناك في داخل الحركة الحوثية يؤمن بهذه الفكرة لكن جوهر ونب الحركة الحوثية ترى في إيران أولا ترى في إيران حليفة استراتيجية الأمر الثاني هي لا تتكت السعودية وترى بأن السعودية حتى ولو قبلت بأن تتعاون أو تتعامل معهم فهذا أمر تكتيكي وموقعت وبأن السعودية ستعلب عليهم أو أنها ستتصرف ضدهم في أي لحظة حينما تسنح الظروف وبالتالي العلاقة الحوثية الإيرانية هي علاقة عضوية علاقة استراتيجية إيران استثمرت في اليمن كثيرا الحركة الحوثية محتاجة لإيران على أكثر من صعيد محتاجة لها تعمس العسكري وخاصة في الأسلحة الحساسة والمهمة الصواريخ الطائرات المسيرة صناعة بعض الأسلحة أيضا محتاجة للإيرانيين في مجال التنظيم مجال الدعاية مجال الاستخبار مجال الاتصالات يعني هناك حاجة كبيرة من قبل الحوثيين للإيرانيين وبالتالي لا يمكن لهم أن ينفصلوا عن إيران عبد الناصر قبل أن نتحدث أنت أشرت فقط وركزت عن حاجة الحوثين لإيران لكن يبدو أن هناك حاجة للإيرانيين أيضا هم يحتاجون الحوثين والميدان الذي يسيطر عليه الحوثين في مواجهة مع أمريكا سنتحدث عن هذه النقطة لكن قبل ذلك أشرت إلى توهمات لدى الغربيين فيما يخص إمكانية فصل العلاقة بين الحوثين والإيرانيين هذه المظاهرات وردات الفعل الحوثي على مقتل قاسم سليماني كيف تقرأ من قبل الغربيين والولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا ربما تقرأ بأنها تؤكد بأن الحوثيين هم جزء من المشروع الإيراني أو نقول هناك تحالف استراتيجي ليس بالضرورة أن الحوثي هو عميل وينفتد فقط أجندة إيرانية لا هناك التقام مصالح حقيقية بين الحوثي وبين إيران وبالتالي هو ليس مستعد الحوثي بأن يقطع هذه العلاقة لأنه لا يمكن أن يسلم بأن السعودية ستتعامل معه كحليف وصديق السعودية لا يمكن أن تقبل الحوثي المختلف مذهبيا المرتبط بإيران الذي لديها أيضا مشروع تاريخيا في عدى بين انسداد الحوثية الذي هي الإمامة مع الدولة السعودية وبالتالي هناك عوامل كثيرة تجعل الشكوك السعودية نحو الحوثيين كبيرة وتجعل الشكوك الحوثية نحو السعودية كبيرة وبالتالي لا يمكن توقع أو تخيل بأن تنفصل العلاقة الإيرانية الحوثية كما أيضا أشرت إلى أن الإيرانيين استثمروا في الحوثية الحوثية أصبح مهم جدا لهم وأصبح بأهمية حزب الله وبأهمية ربما بعض الجماعات الشيعية لأنه هو الآن يسخر اليمن كجغرافيا اليمن كبشر اليمن كمجتمع اليمن كعمق استراتيجي للمنطقة يسخروا في المصالح إيران يضرب خصمها الرئيسي وهي المملكة السعودية وآخرين وبالتالي الإيرانيون لن يفرطوا بالحوثي وحتى لو هناك بعض أجنحة داخل الحركة الحوثية قد تفكر بأنها تنسحب من إيران أو أنها تخفف العلاقة مع إيران الإيرانيون قد ركبوا أمورهم أصبح لهم أجنحة خاصة أصبح لهم رجالهم الخاصين داخل الحركة الحوثية خاصة في المراكز الحساسة كالاستخبارات والقوى الأسكرية والأمنية لهذا السبب الطرفان محتاجان لبعض على الأقل في المستقبل المنظور أيضا رد الفعل للحركة الحوثية على مقتل سليماني وهو رد فعل حقيقي بمعنى أنهم شعروا بخسارة بخسارة فقدان سليماني لأن الضربة هي موجهة لإيران وموجهة لجميع حلفاء إيران وأي هز لهيبة إيران في المنطقة سينعكس على قوة الحوثيين وعلى أدائهم سينعكس أيضا على المساعدات التي تقدم لهم من إيران لأنه لو حدث أن إيران بعد هذه الضربة أو في حال دخلت في مواجهات مع أمريكا ومن ثم إن كفأت أو سقط النظام الإيراني يدرك الحوثيون بأنهم سيسقطوا أو أنهم سيخسروا الحليفة الأساسية الذي يتكون عليه لهذا السبب هم بالفعل شعروا بخسارة فقدانهم لسليماني وشعروا بوقع الضربة عليهم هم أنفسهم المثال ليست تعاطف مع إيران ولكن هي تضامن مع أنفسهم عندما يتظاهرون ضد أمريكا بسبب مقتل سليماني هم يعبروا عن خوفهم على مصالحهم الخاصة لأنه أي تقوية سأعد لك ونتحدث بالتفصيل عن الخيارات المتاحة اليوم للانتقام من قبل الحوثيين انتقاماً لسليماني ورحب بضيفي من المملكة العربية السعودية وتحديداً من الرياض الكاتب والمحلل السياسي محمد سمان أهلا بك سيد محمد أهلا وسهلاً مرحباً هناك توعد من الحوثيين بالانتقام لقاسم سليماني من الأمريكان كيف يمكن أن يكون هناك هل ستكون هناك تأثيرات لردات الفعل هذه على الوضع في اليمن بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولبيسك الكريم ومشاهديك ومتابعيك طبعاً لأجيبك على هذا السؤال اليوم أقول أن الفرحة عامرة عم أطفاع كبير واسع من العالم العربي والإسلامي مقسل قاسم سليماني هذا الرجل الذي أمعم في دماء العراقيين والسوريين واليمنيين ونعلم حجم الألم والمياح لدى الجماعة السلسوثي ربما ألمهم وحجنهم أكثر من فقدهم للصماد الذي وصل ويعتبر قيادة كبير فيهم ولكن ألمهم اليوم أشد لأنهم يعلمون أن مقتل سليماني يمثل لهم إنجاز التعبير كارثة على مستوى طموحاتهم وعلى مستوى توسعهم فهم يرون أنهم بمقتل سليماني في حالة من الارتباك أو حالة من إنجاز أن يقال الدور عليهم ولذلك هم سينطلقون من هذا المفهوم أنه في حال لم يكن هناك رد أو لم يكن هناك رد من قبل إيران أو من قبلهم ومن قبل ما يسمون أنفسهم محوراً للمقاومة والممانعة وهم أبعد من هذا المسمى فستكون الكارثة عليهم وعلى إيران ولذلك المتتبع لتغريدات بعض قياداتهم على رأسهم محمد علي الحوثي كان قد عمد على تغريدتين يذكر فيها أو يستحق فيها إيران على أن تقوم بالرد وسرعة الرد وحجم الرد وأن التراخي في الرد ربما يضعفها ثم بعد ساعات قام بحجف هذه التغريدة وهذا يدل لك مدى تخاجمهم أو مدى تماهون مع مشروع إيران إلى أبعد ما يكون ولذلك هم ينتظرون الآن الإذن من إيران أو الضوء الأخضر حتى يصاعدوا سواء باستهدافهم للمنطقة في حال حصل تصعيد ما المتوقع من تأثيرات على الوضع في اليمن وعلى المحاولات التي تجري الآن للسلام هم يريدون يضرون المنطقة يعني إلى أتون حرب شاملة سواء بها بمقتل سليماني من أجل أن يخففوا الوقع عليهم في حال أن تجهت الأمور إلى مواجهة شاملة وعامة على مستوى المنطقة هم يعني في نظرهم أن ذلك يخفف الوقع عليهم بتدخل يعني أكثر من محور في المنطقة سواء إيران وأدواتها مما سيجعل الخيارات مفتوحة أمامهم هكذا نظرتهم الخيارات مفتوحة أمامهم بخيارات أوسع لكن في حال أنه لن يكون هناك مواجهة شاملة وعامة في المنطقة معناها ذلك أن الاستهداف لهم سواء من الجيش اليمني أو من السناد من السحالف العربي يجعلهم في حالة انزحار وتراجع سأعود لك سيد محمد سأعود لك سيد محمد سمان يعني مواجهة شاملة سأعود لك سيد عبد الناصر المودع ما الذي يمكن للحوتيون فعله للانتقام لقاسم سليماني أولا نقول ما الذي يمكن لإيران أن تفعله إيران خياراتها محدودة للرد على الولايات المتحدة وأيضا خطرة جدا أي رد حقيقي على مقتل سليماني يتطلب قتل أمريكان وقتل الأمريكان سيثير ربما ردود فعل قوية جدا من أمريكا وهذا الأمر يخيف إيران تعرف تظل أمريكا دولة عظمى وإيران دولة من دول العالم الثالث دولة ضعيفة مقارنة بأمريكا أمريكا لديها جميع الأهداف الإيرانية الكبيرة هي في متناول اليد الأمريكا ولا تخسرها شيء يعني في خلال ساعات تستطيع أمريكا أن تدمر مصافي أن تدمر مصانع أسلحة أن تدمر حتى مقرخة مني نفسه عرضة للتدمير في خلال ساعات وبالتالي الإيرانيون ليس لديهم خيارات سهلة ليقوموا باستفزاز أمريكا أيضا أمريكا أوصلت لهم بسالة ليس فقط بمقتل سليماني حتى من قبل بأنه أي طرف من أدرؤكم يهاجمنا ويقتل أمريكان سنوجه الضربة لكم وليس له لهذا السبب الحوتي لا يستطيع أن ينتقم ضد أمريكا دون أن يناله هو العقاب وينال الإيرانيون العقاب لهذا خياراته محدودة كما أنه أيضا الحوتيين يدركوا بأن تحرش بأمريكا ومقتل أمريكان على يديهم سيجر عليهم الويلات أمريكا تظل دولة عظمى لديها كثافة نيران عالية أيضا لديها قدرة على تجنب اللوم بمعنى أنها لو قامت بعملية ضخمة وأدت إلى خسائر في المدنيين ومقتل قادة حوتيين بما فيهم عبد الملك الحوتي مثلا أو شخص على مستوى في هذه الحالة أمريكا لا تأبه لرد الفعل العالمي هذه تظل الدولة العظمى الأولى في العالم ليس كما هو الحال مع السعودية والإمارات التي تظل تتوقع ردود فعل وتخشى من أي عملية قد تثير رد فعل كبير لهذا السبب الحوتي يدرك بأن أي عملية انتقام تطال الأمريكان فإنه سيعرض نفسه لمخاطر كبيرة هو ليس أهلا لها إضافة إلى أن أيضا إيران نفسها ستتعرض لضربة حتى لو قام الحوتي بهذا العمل بمعنى لو هاجمت قوة بحرية سفينة أمريكية وأدى ذلك إلى مقتل أمريكان في البحر الأحمر سيضرب الحوتي وستضرب إيران الرد المتوقع هو التصعيد ضد السعودية لكن هذا أيضا لن يأتي وكأنه رد على مقتل سليماني لأنه تظل السعودية ليست هي من قامت بقتل سليماني وسيكون أي رد فعل تجاه السعودية هو ضد سياق الصراع أو خرق للهدنة التي غير معلنة بين السعودية وبين الحوتيين وبالتالي لن يكون لن يتم توجيهه أو وضعه أي عمل ضد السعودية ضمن سياق رد الفعل على مقتل سليماني مقتل سليماني يتطلب وفقا لنزعة الانتقام والثار أن يتطلب مقتل أمريكان هذه هي القاعدة الأساسية في عملية الرد على أمريكا على مقتل سليماني أنت أشرت إلى عواقب الانتقام طيب أشرت إلى عواقب الانتقام على الإيرانيين والحوثين لكن سأعد لك لنقرأ العواقب المحتملة على الوضع في اليمن بشكل عام وعلى اليمنين وفرص السلام المتاحة الآن أستاذ محمد السمان من الرياض يقول أستاذ عبد الناصر المودع أنه خيارات الحوثين اليوم محدودة وإمكانية التسعيد فقط ممكنة باتجاه المملكة العربية السعودية تتفق مع هذا الطرح حقيقة إضافة إذا نذكره ضيفة الكريم أنا من زاوية أخرى أنظر إلى أن يعني إيران هي أضعف من أن تبادل هي بالرب ولذلك ستوعز من منجهة نظري أنها ربما توعز إلى أدواتها والحوثي أحد أدواتها يعني إما أن يعني بتبني هذه العملية كغطاء يعني أنهم من قاموا بها ومن قاموا بها أصلا هي إيران فهي أضعف من أن تتبنى العملية كما حصل ذلك في طرامك وغيرها من العملية السابقة كانت يعني حيثين إن كان يتم أضعف من أنهم كانوا يشتهدفون بعض الأماكن التي في إطار محدود فربما أن تقوم إيران بعمل عسكري سواء باستهداف ناقلات النتشب أو الملاحة الجولية في البحر الأحمر أو مضيقة باب المندب وغيرها من هذه الأماكن الحساسة ثم تتبنى من أمليشيا الحوثي العملية باعتبار أنها هي من قامة وهذه ربما أحد السيناريوهات المطروحة أمام جماعة الحوثي أو أمام إيران حتى يعني تعطي لها نوع من رد الاعتبار أنها ردت على مقتل سليماني لكن أنا أرى من زاوية أخرى أن ربما تصعد من أمليشيا الحوثي استهداف للجيش الوطني ومقاومها في بعض الأماكن وقد رأينا بواجه ذلك اليوم في الضالع باعتبار أن هؤلاء يمثلون يعني دول كما تسميهم أو يسمونهم دول العدوان أو أمريكا أو إسرائيل بشعاراتهم التي يتبنونها وبذلك يمثلون أنفسهم هذه الزاوية أو أخرى باستهدافهم لليمنين لأنهم شعارهم الموت الأمريكا الموت الإسرائيل وهم يستهدفون في المقام الآخر اليمنين ولا يمكن أن تتفت للعواقب أو ما يعني تترتب عليه الأمور من أشياء لأن الجماعة الحوثي في الأول و الأخير هي جماعة مليشياوية لا ترتدع لا بالرضاء إلى قوانين ولا بالترع دولي ولا يعني أمن مجلس الأمن ولا غيره من هذه الأمور بخلال إيران إيران لديها مشروع في المنطقة ولذلك ستحسب حتاب كل خطوة ستقدم عليها لا فيما وأن أمريكا قد توعدت وإيران بأن سيكون الرد قاسي وإذا نظرنا إلى إلى سياق مقتل سليماني لم يأتي مقتل سليماني لتواد أعين العراقيين أو لتواد أعين السوريين أو اليمنين نحن الجميع نعلم أن أمريكا وإيران كانوا في تخادم كبير سواء في العراق أو في المنطقة بل تعتبر إيران هي شرطي المنطقة ومن يقدم المصالح أو التسهيلات لأمريكا وإنما لأختلفت مصالحهم أو خرجت إيران عن النصر ويرادنا أن تعود إلى النصر أتى تستمر كشرطي في المنطقة أشكرك جزيلا محمد السمان كاتب المحل السياسي كنت معنا مرياض أختم مع نصر عبد الناصر مودع عن العواقب المحتملة إذا ما حصل تصعيد وانتقام كما تصرح قيادات الحوثيين في اليمن الأمر يتعلق بالفعل الذي ربما تقوم به إيران أو الحوثيين إن كان الفعل فقط يقتصر على قوات يمنية أو مناطق سعودية تبقى العملية في هذا الإطار والسمرار للصراع اليمني السعودي لكن إن دخلت المنطقة إلى طور جديد بمعنى قامة إيران بعمل استدعى رد فعل أمريكي وكبير ومن ثم فعل ورد فعل أمريكي إلى أن تصعد الأمور إلى حرب إن حرب نقول ليست كاملة أو حرب كاملة بين الطرفين في هذه الحالة سيبقى الحوثيون دورهم هو دور إزعاجي يعني الحوثيون لا يمتلكوا القدرة إلى تغيير استراتيجي في الصراع السرع هم يستطيعوا أن يزعج السعودية بهذا الصاروخ هنا أو هناك لكنهم في نهاية الأمر ليس لديهم القدرة الكاملة والكبيرة بأن يوجهوا للسعودية ضربات واختراك استراتيجي في داخل العمق السعودي إنما إيران نفسها حتى إيران نفسها في حال حاولت أن تنتقب من السعودية دون أن يمس ذلك أمريكا في هذه الحالة أيضا هي تغامر بصراع كبير في المنطقة في كل الأحوال المنطقة الوضع حساس جدا إيران في خياراتها صعبة إن ردت تتوقع ضربات أشد وإن لم ترد سقطت هيبتها في المنطقة وهذا يضعفها ويضعف مشروعها التوسعي يضعف علفاءها إيران كانت تعتمد في السابق ولا زالت تعتمد على القوى المنفلثة وكلما كانت القوى المنفلثة كلما كانت تعتبر أداة إيرانية نموذجية مثلا عندما كان حزب الله قوى المنفلثة قبل 2006 كان بالنسبة لإيران هذه قوى متالية لأنه كان أي عمل تريده يقوم حزب الله يضرب إسرائيل بعدما ضربته إسرائيل في 2006 وأصبح في وضع في حالة هدنة ملزم بها حزب الله بعد أن وجهت له ضربة شديدة حزب الله أصبح قوى غير المنفلثة أصبح لا يتجرى بأن يضرب إسرائيل وبالتالي يستطيع الرد فعل منها كذلك حماس أيضا أصبحت قوى منضبطة لا حد كبير في التعامل مع إسرائيل ولم تعد قوى منفلثة كما كانت السابق حتى الذي بقى الجماعات الشيعية وهذه أيضا أمريكا أخرجتها من يدها بالمكتل المهندس وبالمكتل سليماني لأنها إيران حاولت أن تستخدم هذه القوى المنفلثة الحشد الشعبي عصائب أهل الحق وغيرها من هذه المسميات أن تستخدمها لتضرب القواعد الأمريكية لكن عندما أمريكا ردت بقتل سليماني وقبلها أيضا بالهجمات على قوات الحشد الشعبي في سوريا وفي العراق هذه أيضا رسالة للإيرانيين بأنه حتى هذه الأدوات لن نسمح لكم تستخدموها الحوثي أيضا كقوى منفلثة وأصبح تستخدمه إيران ضد السعودية هي لا تستطيع أن تستخدمه بنفس الشكل ضد أمريكا والحوثيين ندرك رغم شعاراتهم الطنانة عن حربهم مع أمريكا مع أسرائيل سفينة أو المدمرة أمريكية بصاروخ أعلنوا بأنهم ليسوهم المسؤولين بمعنى أنهم وقت الجد عندما هاجموا أمريكا خافوا وتراجعوا عن الإعلان عن مسؤوليتهم عن هذا العمل لهذا السبب لا أعتقد بأن الحوثيين لديهم الجرأة بأن يهاجموا أمريكا مباشرة ستظل أدواتهم في الرد تقتصر فقط على السعودية على أطراف يمنية يعني هذا هو الأمر المحتمل في الوقت الحالي على الأقل أشكرك جزيلا سيد عبد الناصر المدعى الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من عمان في الأردن في ختام حلقة هذا المساء من برنامج زوائل حدث تحية طاقم البرنامج ومتشح حلقة اليوم مع عبد العقب الأبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر